موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم جميعا أيها المتابعين الأفاضل أينما كنتم اليوم لدينا درس مهم جدا وهو درس صوفا نتناول فيه أهم الأسئلة التي تطرح في انتحان شهادة التعليم المتوسط مراجعة شاملة فنتبهوا جيدا وشاهدوا الفيديو إلى النهاية كما ترون النقاط موجودة هنا موسيقى 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 شهادة الفين اتناش. سوف نبدأ هنا بالسؤال الاول. ابسط سؤال هو السؤال الذي يطرح عن نمط النص. طرح في الفين وعشرين الفين ستاش وطرح ايضا في الفين ستاش. سوف نرى طريقة طرح السؤال. يعني هذا امر مهم وكثيرا ما يتساءل عنه التلاميه. طريقة طرح السؤال في قل نقته من هذه النقاط. دعاء، يعني love mans اعلم ذا العقام اعلم نفسها في السن أنه رابع عام this عقام صحيح طور ديّام نفسها في السنار رابع عثورواí ساب العقام كيف تحدد نمط الناس؟ هذا السؤال المهم لكي تعرف النمط يوجد مؤشرات في الناس مثلا إذا كنا نتحدث عن منطقة معينة في الناس و الهدف من هذا الوصف هو أن تدعو شخص ما لزيارة تحاول أن تقنع شخص لزيارة تلكمات سوف تستطيع استخدام الناس إذا كنت مثلا تتحدث عن ظاهرة أو آفة اجتماعية كما رأينا ذلك في المشروع الثاني سوف تدعو شخص ما لزيارة تحاول الناس وتشرح هذه الآفة وعن أضرارها أو مثلا كما تم في بعض امتحانات الشهادة الحديث عن الانترنت والفيسبوك والمواقع التواصل وأضرار هذه الأمور على مثلا صحة الطفل أو صحة المراهق صحة المتمدرس هنا نشرح نعتمد على الشرح وبالتالي سيكون نمط وفورة حديث عن التقديم ومتحانات الشهادة 2020 ما ترونه ندير سوف تقول هنا نسرد الاب جاءت فكرة بان يستحب الولد وذهب في نزعة وغير ذلك هنا نحن نسرد هذه هي طريقة تحديد نمط الناس عليك ان تقرأ الناس تفهم القصة تفهم المحتوى تبحث عن المؤشرات إذا كان يوجد كثير من الوصف كثير من الصفات سيكون وصفي وصفي نفس السؤال طرح في 2019 نفس السؤال نفس السؤال في 2019 استعمال حجاج يقنع باستعمال الوصف السرد أو سؤال عن المودولا منفامي الآن يتبادر إلى ذهن التلميذ أمرين طريقة طرح السؤال وقبل هذا ربما هناك من ناسي ما معنى المودولا منفامي تناول هذا في فيديوهات سابقة في القناة هي موجودة في القناة لكن سوف أشرحها في عجالة سوف أكره يعني هي مجوعة من الكلمات التي حين تسمعها تجعلك تفكر في نفس الموضوع par exemple سوف تفكر بالشكل تلقائي في المدرسة لكن فاتة تنسي لأن الكثير من التلاميذ يخلطون بين نفس المصدر يجعلك تفكر في نفس الفكرة الفرق هو هذا في عجلة لكن إذا أردت أن ترى الدرس بالتفصيل مع التمارين فهو موجود في القناة لاحظ هنا معي وهنا يوجد دروس أخرى سوف أترك لكم رابط هذا الدرس نعود إلى الأسئلة وطريقة الإجابة عنها مثلا هنا سنة 2020 طرح السؤال عن كيف يطرح السؤال هنا يأتي بشكل صريح يعني لا يشكل عائق للتلميذ للإجابة يجب أن تبحث عن كلمة من نفس العائلة لكلمة يجوى يجب أن يكون جوير يمكن أن يكون جوير يمكن أن يكون مالادي على حسب النص أعطيتك الأمثلة فقط En 2019, il y avait une question sur le champ lexical كما تلاحظ في هذا الخان علاقة du texte خوامو أو expression appartenant au champ lexical عندما تجد هذه العبارة champ lexical فالسؤال واضح لكن أحيانا يكون سؤال بطريقة غير مباشرة هنا طلب ثلاث كلمات أو عبارات يمكن استخراج كلمة وعبارتين عبارة وكلمتين و هكذا المهم تستخرج من النص ثلاث كلمات أو عبارات لا علاقة بهذا المعنى يجوه وفيديو سيكون مثل بلايستيشن سيكون بابجري فريفير لا أعرف سيكون ذلك سيكون على حساب يستخرج من النص وليس من عندك نواصل دائما مع هذين سؤالين En 2018 يوجد سؤال يوجد سؤال دائما السؤال سريحنا يوجد سؤال في التقس 4 mots علاقة للمشاكل للمشاكل climatique نصيحة فقط لا تضيف كلمات أخرى من عندك يعني تقيد بالسؤال هذه نصيحة en 2017 une question sur le champ lexical يعني إذا لحظتم يترح إما عن le champ lexical أو les mots de la même فريفير relève du text 2 expressions qui renvoient à facebook في التقس هناك سؤال ليس سريحا يعني هناك سؤال يوجد سؤال هناك سؤال للمشاكل لكن هناك سؤال مدى دائما دائما يوجد والأمiche يستقرز على السبع المالي بطبخات المخضر incredibly نظيفون 2012 غلب دو تكس دو مو دو لامن فامي كو لفرب قاسبي يعني هنا لأثبت لك بأن هذا السؤال يتكرر في امتحان الشهادة لاحظ كم المرة تكرر من 2012 بستثنى 2013 لم يطرح لكن من 2012 إلى 2020 طريحات سؤال عدة مرات الآن ننتقل إلى أهم الجزء المتعلق بلاي غامير هذا سيطر اهم الأسئلة التي تطرح أهم الأسئلة التي تطرح في هذه الخانة هي إما لغاپور لوجيك لديسكور ديريكت أو بيان لغاپور لوجيك ثلاثة أسئلة نبدأ بلغاپور لوجيك مراجعة خفيفة فقط قبل أن ننتقل إلى جميع الأسئلة هنا يوجد جدول الخاص فيه كل الجميع لغاپور لوجيك التي تطرقتم إليها في السنة الرابعة متوسط سوف أترك لكم رابط تحميل هذا الجدول لمن أراد أن يطلع إليه وهو مهم أنسحكم بتحميله ومراجعته لغاپور لوجيك لغاپور لغاپور لوجيك ثلاثة أسئلة الزرابة 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 وضيفيك لن أرى أن نقرأ نزيد المعرفة إلى تلك أرى في المقبل سوف نشكر لكم المعرفة على المتحدث أحضر بكم نواصل لنرى تاريخات رحل السي درس إعلم أن شخص جديد تعمل في القناة أيضا هاتين جملتين تربيطوهما دو مانيه احسپريمه دو فاون احسپريمه A. احسپريمه B. احسپريمه يعني سوف تكتوب هاي جملتين تربيطوهما معان بطريقتين مختلفتين في الأولى pour exprimer la cause في تانية pour exprimer la conséquence كيف يمكن أن نقول و في الناسبب كان بشأن قНеع الى لا تحدث نقول في حسپريمه القوص ان يفعل Slim بات احسپريمه بدون الفي وNO التالية يوجد الكثير من الإحتمالات المهم أن تتوظيف كلمة لها علاقة بي لكنسيقنس أن 2019 طرح سؤال عن هذا الدرس يعني proposition subordonnée relative et la proposition subordonnée complétive ما هو الفرق بينهما proposition subordonnée relative هي عبارة تبدأ بي مثلا يوجد الكلمات أخرى تبدأ بيها هذه العبارة هي مثل جملة سيلة الموصول التي كانت التي كانت تقدم معلومة إضافية par exemple تتوظيف كلمة المرح PD أو بي مثلا الفرق بينهما في سدياء الثانيات المعبارة في جمال تبدأ بي تبدأ بي فرق بينهما يوجد الكلمات الأشمع هناك فرق بينهما تبدأ بي يمكنك أن تقول حقط على ركوب ي kraовой ي intersect حезжى إنه من 2018 الماء الشريخ هالذي يطاريح «La montée du niveau de la mer grignotera les littoraux des continents. Les animaux de ces côtes devront trouver refuge ailleurs. » A. Ça, c'est la phrase. Ça, c'est la phrase. Après, on va poser la question. A. Le rapport exprimé dans la phrase C-dessus. A. هالذي سؤال يطاريح كثيرا. يعني, في هذه الجملة, c'est quoi le rapport ? La cause, la conséquence ou bien l'opposition. تختار واحدة من هذه. أنت تبحث عن الرابط. هنا في هذه الجملة, الرابط غير موجود. يعني, وضع في مكان الرابط. الفاصلة الملقطة. يعني, ستحاول أن تفهم المعنى التي تجيب. نقرأ الجملة. خوب. نقرأ الجملة الجملة. يعني الكثيرا seus pobl guerre. وفي هذه الجملة الملاكين التي تجيب. Istanbul يتحاول ان تكون ث catast VERY هذك. ова من نتجر. يملاك في هذه الجملة. يملاك فيкої العاصلة المرة row – في اعداد السن компل. يعني ، يعني أنت ت небسد. ي coachingpop emp когда مرض سعد gern Na . يعني , ايفت نب trans Michaela G. عن شيطان ايجا موجودة في الحاضرة المتحدد عن السابق 8 Facebook rapproche بصوتين بصوتين يجب على الفران بصوتين وقل العالم المطلوب كما تبدأ بكثم بصوتين بصوتين عندما نمس عن المتحدد عندما ن Цеد هذا يعني أن نكون في مستقية في مبني المجهول هذا المبني بالطبع في الأخير في البيتكال هذا يعني فضلك وسيكون في مستقية فهادة دائماً في مستقية في تركيز فىسبوك وهذا ما هو الشاب على سؤال الغريق هذا هو الرشق التي تحدث في بعض الناس يجب أن تتفهم جيدا 9 سوف نحاول أن نساء القليل حتى لا نطعه في الفيديو فىثبت العاقة والفتارات فىسبوك دعائم فىسبوك فىانو estفر فىسبوك فىالتوا انقاض receiver بعدها بعدها على الإجاب هذه الحاجة إن شيئًا أهلاً حقت م شيئًا إنه قومت بم 2016 بم 2016 لقد أظلم هل أزلّت أنت قمت بم يقول لإندي حق يقول كتاب الغبارة يلا تفصل البطرة و تفصل البطرة تفصل البطرة وكتاب البطرة لطفصل البطرة يمكن أن تبحث عن الفيديو في القناة حتى لا نعطي الكثير من الدرس في المترجم في المترجم في القناة حتى لا نعطي الكثير من الدرس في المترجم في القناة حتى لا نعطي الكثير من الدرس في المترجم في القناة حتى لا نعطي الكثير من الدرس المترجم في القناة حتى لا نعطي الكثير من الدرس المترجم في القناة حتى لا نعطي الكثير من الدرس المترجم في القناة حتى لا نعطي الكثير من الدرس المترجم في القناة حتى لا نعطي الكثير من الدرس المترجم في القناة حتى لا نعطي الكثير من الدرس من الدرس المترجم في القناة حتى لا نعطي الكثير من الدرس المترجم في القناة qui n'est pas inéluctable C'est ça la transformation Ici vous avez On passe beaucoup de temps loin de ses proches On réécrit la phrase en remplaçant Le mot souligné par nous يعني تعود هذا بهذه item طبعا لما تعود هذا item بهذه ي시면 en casos On va dire Nous Et vous allez faire attention à la terminaison Passons Beaucoup de temps Loin de nos proches Parce que c'est pluriel Nos proches Et ainsi de suite Everyday we found a question give this device 上ás comes the word Where it is full BERT acknowled Culture مثلا I see des personnes Ici vous avez j'ai vu Une personne Now it is the matter إذن ينفعون ما ينفعون غير ما ينفعون ينفعون يوجد يوجد أيضاً أسئلة تطرح كثيراً عن هذا الدرس أيضاً تناولناه سابقاً في فيديو آخر هو موجود هنا هذا هو الدرس سوف أترك لكم رابط الفيديو اللي تعودوا إليه إذا كان لديكم إشكال يتعلق بهذا الدرس كيفية تحديد إذا كان لديكم أسئلة أخرى أو انشغالات أخرى اتركوها في التعليقات وسوف نحاول إجابة عنها قدر المستطاع إن شاء الله في انتظار فيديو آخر أتمنى لكم حظاً موافقاً في المراجعة في الامتحانة التجربية والامتحانة الرسمية نلتقي قريباً إن شاء الله لا تنسوا التفاعل مع الفيديوهات ومشاركتها مع أصدقائكم ليستفيدهم أيضاً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته